موسيقى مخالفات تبتلع الأرواح وتستنزف مقدرات الوطن والحسرة هي كلمة أخيرة يذكرها كل من اكتوى بنزيف الدمي على الطرقات برأيكم شو سبب الحوادث المرورية المؤدي للموت والإصابات البليغة في الأردن هل هو الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة؟ سرعة زايدة؟ قطع إشارة حمراء؟ مسير بعكس اتجاه السير؟ قيادة بتهور؟ ولا اتخاذ مسرب خاطئ؟ أكيد معظمكم باتفق معي أن هذه من المسببات أكثر الحوادث المرورية في الأردن الإحصائيات مديرية الأمن العام بتشير إلى أن 98% من الحوادث المرورية في الأردن سببها أخطاء بارتكبها العنصر البشري بس يا ترى كيف ممكن نقلل من حدوث مثل هذه الأخطاء؟ الموضوع بسيط وما بيتطلب أكثر من أنه سائق المركبة يزيد من انتباهه وتركيزه أثناء القيادة ويبعد عن مشتتات الانتباه اللي ممكن يكون من أبرزها استخدام الهاتف أثناء القيادة ولحتى نوضح أكثر العديد من الدراسات العالمية بتشير إلى أن الإنسان في حال حسب وجود خطر فهو بحاول يتخذ كل الاحتياطات اللازمة حتى يتجنبها الخطر مثل سائق المركبة في الظروف الجوية الصعبة لما بيشعر بالخطر والخوف أثناء القيادة فبتزيد نسبة تركيزه وانتباهه خلينا نربط هذا الموضوع بالإحصائيات الواردة بالتقرير السنوي للحوادث المرورية في الأردن لعام 2018 بالصادر على المدرية الأمن العام واللي بيشير إلى أنه في عام 2018 كان مجموع الحوادث اللي نتج عنها إصابات بشرية من صدر ودهس وتدهور في حالة الظروف الجوية الطبيعية 10.027 حادث بالمقابل كان مجموحها في حال الظروف الجوية الماطرة 346 حادث بقابلهم حادثين فقط خلال فترة الثلوج أما عدد الحوادث اللي نتج عنها إصابات بشرية خلال الانهار كان 6123 حادث مقابل 180 حادث في أوقات الظلام ملامح تتغير وابتسامة تفارق الوجوه تفاصيل الحكاية تحتضن لوعات الألم ورود بملامح أطفال وعزم وأمل في عيون الشباب تشتث دون سابق إنذار إطارات وإسفلت دماء على الدفاتر مقاعد العمل والتعليم تتحول إلى مقاعد بعجلات تلك هي خلاصة الحكاية أوقفوا نزيف الدم على الطرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر